هنبتجي بالبكاتا هستعمل نص كيلو صدور فراخ حاسم الصدر الفراخ رفيع بانيه حاسم الصدر اتنين بحيث يبقى حجمه كده هو يبقى الصدر هتقسمه على اتنين صدر بانيه يعني رفيع مش صدور كاملة خلاص نص كيلو صدور فراخ هتابلها بربع كوبات دقيق مع نص معلقة صغيرة ملح وبابريكا وزعتر يبقى الدقيق هحط عليه الملح والبابريكا والزعتر علشان اتابل بيهم الفراخ يبقى نص كيلو الفراخ هيتابل بربع كوبات دقيق نص معلقة صغيرة ملح وبابريكا وزعتر هستعمل معلقتين زبدة وحستعمل تلات معلقة زيت بصلة مبشورة فصين توم تأتر بقى كوباية مشروم كوباية مرأة ونص كوباية كريمة يبقى معلقتين زبدة تلات معلقة زيت بصلية مبشورة مبشورة نعم فصين توم تأتر بقى كوباية مشروم وكوباية مرأة او مية لو ما عنديش مرأة ونص كوباية كريمة اول بقى حاجة هعمل ايه هحط الملح ودي الزعتر والبابريكا على الضيق علشان اعمل دي الفراغ فيه ناس بتحب البكاتة باللمون دي مختلفة دي بتحط معاها عصير لمون احنا النهاردة هنعملها البكاتة العادية اللي هي بالمشروع معادي من غير لمون بس انا عايز اقول لكم حاجة ما تعملوش طبقة سميكة من الضيق على الفراغ علشان ما تتعملش اشرة عليها انا بهزها اخلصها من الضيق الزيادة علشان تطلع حلوة معايا مادم مالك ايوة مادم مالك ايوة عناية بشكر قناة الحقيقة الاول على البرنامج الجميل ده الله يخليك وثانيا بشكر الكنترول على زوءه في تلقي المكالمات ده من زوءك والله الله يخليك بس ليه سؤالين لو تمحك عناية السؤال الاولاني اه اه ايه هي اللحم المقدة اللي بنشوفها في البرامج الاجبادية اه اوكي ايه هو اللحم المقدة اه لو البيكن ماشي اوكي هقولولك وايه تاني السؤال التاني ايه هي الجبنة الكويسة اللي تتيح مسلا في البشاميل او على اه احطها اه على وش الحاجات بصي الجبنة انا انا بحط موزاريلا نوع معين من موزاريلا بستعمله اه ممكن الكنترول يقولهولك لكن صعب ان انا اقولك النوع ما تعرفوش طيب ماشي اه ممكن ممكن تقابليني بقى على الفيسبوك على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك بعد الحلقة او تكلميني بعد الحلقة الكنترول هقولهم ايه نوع الجبنة الكويس اللي بيتيح بيبقى زي الزبدة كده معانا انا دلوقتي هحمر الفراخ هحمرها بزيت احمد ممكن يكمل لنا تغطيتها بالزقيق اهي عمشين ما تتسعش الفراخ وانا بيبقى لونها ذهبي وزاي ما قلت لك نفاضي دي الزيادة علشان ما تعمليش سواء سميكة هو مجرد دي عشان يديني شوية سميكة في الصوس مش اكتر لما مش عايزة التسعش تتحرق علشان انا هستعمل التسعش دي بعد كده في الصوس بتاع الفكاتة لو في اي حاجة كده لزقة هشلها وهحط نقط الزيت تانية علشان نرسيها علشان هحط بقية الفراخ وهحط بقية الفراخ كده هون زي ما قلت لك ما تعمليش طبقة سميكة من الزيق يا مونة مونة حاول تكلمينها تاني معلش دي هلاقيها اتحملت اسرع الفكاتة ممكن تنقعي الفراخ بعصير لمون كمان قبلها لو انت عايزها مزة شوية بس انا بعمل لكم البيز اللي هي الاساسية خالص هبصوا يبقى لونها دهبي بالنحيتين الفراخ لو تبقى بتقطع عرفية الصدور ما بتاخدش وقت كتير خصوصا لو تحطت في الفريزر لان الفريزر بيكسر الانسجة بتاعت اللحمة والفراخ فتلاقي تستوي بسرعة عن الفراش خالص يعني انت تجيبي الحاجة من عند الفرارجي مثلا وتقسميها نصص كيلو او حسب حتياجة وبعد كده هو تحطيها في الفريزر وتنزلي تستعملي هيبقى اسهلك خصوصا في اللحمة بعد كده هو حامل ايه هجيب الزبدة بسم الله مدام سمية كشف ايا ازاي حضرتك تسلم ايه دي كشف ايا ويديك يا حبيبية قلبي شف ايا كنت الاسبوع اللي فات سألت عندي برطقان كتير وعايزة احتفظ بالعصير بتاعه بس الحلقة خلصت اه هقولك من عناية الاثنين هقولك النهاردة تحتفظ بالعصير بطريقة سهلة جدا قبل ما تخلص الحلقة ان شاء الله من عناية الاثنين شكرا بتسلم ايديك يا جيب ويديك يا حبيبية قلبي انا بس كنت بدور على الزيت عشان احط معلقة زيت مع الزبدة عشان ما تتحرقش وهحط البصلة بتاعتي مكان ما انا حمرت الفراخ عشان انا الجليز اللي فضل كده في الطاصة ده انا عايز ايه هو اللي هيديني طعم حلوة قوي للسوس فيه ناس برضو بتعمل الفيكاتة من غير بصل كده اهو هشوحهم وهحط معاهم المشروم احنا ممكن نحط مقدير الوصفة التانية للمرة تغيط لما يتحمروا كويس ورحيتهم تطلع هعمل ايه هرجع الفراخ تاني وهحط عليها الشربة بتاعتي وهحط عليها الكريمة وهقلبها طبعا عشان تتغطى بيهم واغطيها شوية واخليها تغلي شوية صغيرين بحيث تكمل سواه هي مش هتاخد سوا كسير طبعا لان الفراخ قولنا بتستوي على طول انا هخليها تكمل سواها اشتركوا في القناة